مئات من الصحفيين ووسائل الإعلام العربية والدولية للعاصمة الموريتانية نواكشوط لمتابعة أعمال القمة السابعة والعشرين للقادة وزعماء العرب إلا أن الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز خص الأهرام بهذا الحوار وهو الأمر الذي حمل في طياته الكثير من المعاني والرسائل التي يحملها الرئيس الموريتاني لمصر قيادة وشعبا استقبلني الرئيس العبد العزيز في مكتبه بالقصر الجمهوري بنواكشوط وتحدث في أرياحية كاملة وتطرق إلى كافة قضايا الساعة موريتانيا وعربيا ودوليا وأستطيع القول إن الانطباع الأهم والأبرز الذي خرجت به من ذلك اللقاء الذي استمر ما يقرب من الساعة أن الرئيس الموريتاني هو قائد يتمتع بالحكمة وبالشجاعة والاعتزاز الخاص بمصر ودورها العربي الإفريقي وباستعداده الدائم للتنسيق مع شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يحقق الخير والازدهار لبلديهما وللدول العربية والإفريقية فخامة الرئيس كيف اتخذتم قرار استضافة القمة بعد اعتذار المملكة للمغربية خاصة أنه لم يكن هناك سوى وقت قصير على موعد الانعقاد كان من الضروري أن يتلاقى العرب مهما كلفنا الأمر ومن الضروري أن نجلس معا لطرح المشكلات التي تواجهنا والسعي لتوصيفها والبحث عن حلول لها فمعظم الدور العربية تمر بأزمات خانقة وندعو الله أن نخرج من هذه المحن أقوى كيف تمكنتم من النجاح في التحضير للقمة في ثلاثة أشهر؟ بعد اعتذار المملكة المغربية عن استضافة القمة العربية كنت مهيئا نفسيا لستضافتها وقلت إن القمة يجب أن تنعقد في نواكشوت مهما كلفنا ذلك الأمر وكانت لدي قناعة كاملة بحتمية عقاد القمة ولقاء القادة العرب ما هي التحديات والمشاكل التي واجهتكم في هذا الصدد؟ لم تكن العاصمة نواكشوت مهيئة وجاهزة لاستقبال القمة لذا فإننا عملنا ما من شأنه أن يجهز المدينة ومشيئاتها للقمة أما فيما يخص تأمين القمة فلقد كانت لدي قناعة قوية أن الأمن الموريتاني مؤخل لتأمين فعاليات القمة وقد صارت الأمور على خير ولم تحدث أي مشاكل خلال عقاد القمة وكيف تمكنتم من تعبئة الشعب الموريتاني ليستقبل القمة بهذا الشكل الرائع وكان القمة هي قمة كل مواطن موريتاني؟ في الحقيقة لم نعمل على تعبئة أي من أبناء الشعب الموريتاني ولم تتدخل الحكومة أو أي حزب في هذا الأمر الشعب الموريتاني قد بادر من تلقاء نفسه للمشاركة وهو الذي قرر إخلاء الشوالع الرئيسية في العاصمة ترحيباً وحفاوة بأشقائه العرب هل أنتم راضون عن النتائج التي توصلت إليها قمة واكشوف؟ نعم، راض عن نتائج القمة السابعة والعشرين وأعتقد أنها نجحت في ظل أوضاع العالم العربي التي لا تخفى على أحد ولم تقعية مشاكل أثناء عقاد القمة وإن كنت أتمنى أن تأتي القمة القادمة في ظل ظروف أفضل وكيف ترون مستوى التمثيل والحضور العربي في قمة واكشوف؟ كانت نسبة الحضور في القمة جيدة بالشكل عام هل سيشهد أعام رئاستكم لقمة العربية أي مبادرات سياسية لحل المشاكل العربية الراهنة؟ نعم، ندرس القيام بمبادرات عربية لأن هذا الأمر هو واجبنا فلابد من التوصل لتسوية المشاكل العربية ولابد للدول العربية أن تتقدم سياسياً واقتصادياً وأن نعمل على توظيف طاقتنا لخدمة قضايا الأمة تسلمت موريتانيا رئاسة القمة من مصر كيف تقيمون العلاقات الموريتانية المصرية؟ إننا نحترم الشعب المصري والقيادة في مصر لأن مصر هي أهم دولة العربية ونتمنى لها الاستقرار والنمو والازدهار كما أدعو الشعب المصري إلى التلاحم والاتفاف حول قيادتهم لأن هناك تحديات كبيرة داخلية وخارجية تواجه مصر علاقتنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي طيبة جداً ونتمنى له النجاح لأنه يقوم بدور مهم في تأمين سلامة مصر التي تمثل الكثير لعالمنا العربي لذا فإننا نتمنى له النجاح في مهمته لقد عرضت مصر لمشكلات كبيرة ولو لا وجود الجيش المصري لا تطورت فيها الأمور بشكل سلبي خطير الفرق بين مصر وغيرها من دول المنطقة هو وجود جيش ورجال مخلصين أعطوا مصر الأولوية القصوى كما أن الدور الذي لعبوه في هذا الإطار لا يخص مصر وحدها إنما تنعكس آثاره الإيجابية على كل العرب إننا في موريتانيا لا نتوقف عن العمل والتنسيق المستمرين مع القيادة المصرية هل تنوون زيارة مصر قريبا؟ نعم مستعدون تماماً لذلك وسنعمل على تطوير العلاقات والمصالح المشتركة مع مصر لما يقوّل أمن القومي العربي وهل أنتم راضون عن مستوى العلاقات الاقتصادية الموريتانية المصرية؟ إن التعاون الاقتصادية والتجارية بين جميع الدور العربية هو دون المستوى ولا أدل على ذلك من أمثلة مواضحة منها أن بعض الدور العربية تشري الأسماك الموريتانية من خلال وسيط أوروبي وهذا ميثال مواضح لفشل التعاون الاقتصادي والتجاري العربي بعد ثورة الثلاثين يونيو 2013 في مصر رفضتم بشدة تجميد عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي؟ ما قمت به في ذلك الوقت كان يعبر عن واجبي تجاه مصر الدورة العربية الإفريقية الرائدة فقد حاولنا شرح أن ما جرى في مصر كان دورة الشعب المصري الذي شعر أن دولته في خطر سلحت ذلك لقادة الإفريقتي وأذكر أنني قضيت أربع ساعات كاملة مع زعيم دولة إفريقية كبيرة أشرح له هذا الأمر وأكدت للجميع وقتها أن التطرف خطر على الجميع وليس على مصر وحدها وأنه لا ينبغي أن تكون مصر خارج الدائرة الإفريقية لأن ذلك ليس في صالح مصر ولا في صالح إفريقيا كيف ترون الدور الموريتاني المصري لمواجهة التحركات الإسرائيلية المحمومة في إفريقيا؟ أعتقد أنه من واجبنا جميعا مواجهة التحركات الإسرائيلية في إفريقيا فمصالح الأفارقة مع العرب أكبر مصالحهم مع إسرائيل قد جربت الموريتاني العلاقات مع إسرائيل ولم تجني منها أي شيء سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي في جولته الإفريقية الأخيرة إلى تقديم نفسه على أنه خبير في مواجهة الإرهاب الإسلامي؟ لا يتمتع نتنياهو بأي خبرة سوى في القتل واختلاق الأكاذيب هل تدفعون في موريتانيا ثمن قطع العلاقات مع إسرائيل؟ وهل حملات حقوق الإنسان التي تشن على موريتانيا هي جزء من هذا الثمن؟ نعم نواجه صعوبات في هذا المجال الغريب أنه في الوقت الذي كانت هناك مشكلات وتجاوزات كبيرة في ملف حقوق الإنسان في موريتانيا في السنوات السابقة كان الحديث عن تلك التجاوزات خافتا من قبل منظمات حقوق الإنسان واليوم حين تحسن ملف حقوق الإنسان في موريتانيا نرى ونسمع انتقادات كبيرة لموريتانيا في هذا الملف الأمر غريب ومع ذلك فنحن مستعدون لدفع ذمن قرار قطع علاقاتنا مع إسرائيل فلن يكون هناك أي مبرر لوجود سفارة إسرائيلية في الموقشوط ما الذي يجري بالضبط في دول العالم العربي؟ إن ما يجري حولنا هو تحطيم منهج من الخارج للدول العربية كلها وتحطيم للشباب العربي وتحطيم للأمل لدى الشباب العربي وتحطيم الاقتصاديات العربية الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الأمل لدى الشباب بعد أن ضاعت منهم فرص التعليم والصحة والعمل وما هو المخرج في رأيكم من هذه المحنة؟ يجب على العربي شعوبا وقادة أن يستفيدوا من التجارب التي مرت بها دولهم ليخرجوا من هذه المحنة بشكل أقوى أين يقف الإعلام من محنة العالم العربي؟ الإعلام العربي يلعب دورا كبيرا في هذه القضايا فعلى الإعلام العربي دور التوجيه وأن يجعل الرحمة بين الدول والشعوب والطوائف لأن لدينا الكثير مما يجمعنا من القضايا والمصارح ولأبالغ إن قلت إن الإعلام العربي مسؤول عن 60% من المشاكل التي تعاني من المنطقة العربية هناك العديد من وسائل الإعلام غير المسؤولة التي تعمل على تأجيج الخلافات والمشاكل في الدول العربية هذا الأسلوب يساعد على تحطيم الدول العربية ولن يكون ذلك التحطيم في صالح أي جهة كيف تمكنت موليتانيا من استعاب رياح وعاصر ما يسمى بالربيع العربي؟ أستطيع القول إن تجربة موليتانيا في هذا الصعيد تجربة خاصة جدا وليس من الضروري أن نجاحها في بلادنا أن تنجح في بلاد أخرى هي تجربة مطنية محلية قد فتحنا كل الشوارع والميادين المواطنين للمظاهرات لكننا في نفس الوقت قلنا لهم حافظوا على موليتانيا عملنا بكل إخلاص على صيانة جميع الحريات وإتاحة الفرصة للتعبير وحرية رأي والأفكار لكننا عدنا التنبيه وتحذير أبناء الشعب الموليتاني من مغبة تدمير موليتانيا لقد استفادت موليتانيا الشعبا وقيادة من التجارب المليلة التي مرت بها دول معربية ضربها إحصال الربيع العربي واستخلص الموليتانيون الدروس والعبرة من تلك التجارب وكيف استطاعت موليتانيا التصدي لموجات الإرهاب المتصاعد والإرهابيين المتسللين إليها عبر مالي وغيرها؟ في عامي 2006 و2007 واجهنا الإرهاب وقد كان هناك وجود مكثف إرهابيين في شمال مالي وكانوا يشنون علينا عمليات إرهابية عبر تلك الحدود لكن موليتانيا تمكنت من السيطرة عليها وكيف كان منهج موليتانيا في التصدي ودحر الإرهاب؟ لم يعتمد منهج بلالنا في التصدي للإرهاب على الحدول الأمنية فقط فقد لجأنا في حربنا على الإرهاب إلى حوار فكري قاده علماء ومفكرون معتدلون فقد قادوا في ذلك الحوار نقاشا عميقا مع الشباب استطاعوا من خلال ذلك الحوار التصدي للخطاب الديني المتطرف أيضا أطلقنا صراحة عدد كبير من السجناء وساعدناهم على بداية حياة جديدة من خلال تأسيس مشروعات صغيرة لهم لأن من أهم الأسباب التي تقف وراء التطرف الشباب هي الأحوال والمشكلات الاقتصادية كما أن هناك أياد خارجية تستغل كل هذه الأسباب الداخلية لتؤجج من مشكلة المجتمعات العربية مع التطرف والإرهاب هناك أيضا ظلم المتواصل الذي يعاني منه الفلسطينيون وإن لم تحل المشكلة الفلسطينية حلا عادلا لا أتبقى أن يكون هناك استقرار في المنطقة ولا في العالم فالعمليات الإرهابية التي تضرب مذنا وعواصم في أوروبا هي عمليات ينفذها مواطنون يعانون من شعور بالظلم وكذلك يمرون بتجارب نفسية مريرة تدفعهم إلى التطرف والإرهاب يلاحظوا أيضا أنكم عملتم خلال فترة رئاستكم على تقوية الجيش في موريتانيا؟ نعم لقد عملنا على إعادة هيكلة الجيش الموريتاني في عام 2008 عندما كنا نواجه الإرهاب وتطرف لكننا لم نعتمد في هذا الأمر على الجيش وحده بل كان معنا العلماء الذين يواجهون التطرف الديني وعدم فهم الإسلام كما أننا عملنا على حل مشكلة البطالة والمشكلات الأخرى المرتبطة بالظلم وركزنا على التوعية والتعليم واعتمدت خطتنا على تطوير التعليم والتوعية وتطوير مشاريع البنية التحتية في موريتانيا ومحاربة الفقر لا يمكن أن تحقق أي تنمية أهدافها في غياب الأمل هل يفهم قادة الغرب هذه الأسباب التي أردتمها؟ أشعر بالأسف على ما يجري فالغرب يصمت بشكل ملحوظ عندما يقتل العرب والفلسطينيون لكن إذا قتل واحد من مواطنيهم لا يسكتون إننا لا نعف الغرب مما يجري في منطقتنا من تدمير ولو لا تدخلوا الفرنسيين في سوريا ما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليهم في سوريا ولا في فرنسا نفسها من جرائم إرهابية فالمشكلات عندهم ترتبط بتدخلاتهم السلبية في بلادنا إلى أين وصلت مبادرة الحوار الوطني الشامل الذي دعوتم له؟ الحوار الوطني في موريتانيا هو أمر ضروري ولا بد من الاستمرار فيه لترسيخ الديمقراطية في بلادنا جميع الأمور تعالج من خلال الحوار هناك حوار مفتوح في وسائل الإعلامي وفي البرلماني وفي الحكومة يتمتع الإعلام الموريتاني بمساحات ملموسة من الحرية شهدت بها منظمات دولية هل تضيقون بما تتعرضون له من انتقادات؟ يعيش الإعلام الموريتاني مناخ من الحرية الكاملة واشجعنا الإعلاميين على عقد جلسات التشاورية بينهم دون أي تدخل من الحكومة رسم المسارات الإعلامية لا يوجد في موريتانيا أي سجين من رجال الإعلامي وبعض الإعلاميين يتعدى ويتجاوز في بعض الأحيان لكنني لا أنزعج من ذلك وأعتقد أن الزمن كفير بتطوير التجربة قد أتى إلي بعض الوزراء شاكيا من الإعلام لكنني قلت لهم إن من يقبل المسؤولية العامة يجب أن يتحمل تابعاتها والانتقادات التي توجه له سنستمر في حرية الصحافة والإعلام لأننا جربنا من قبل الوضع الآخر الذي تقبت فيه حرية رأيي ما جلبته تلك السياسة من شرور على موريتانيا سعت موريتانيا خلال القمة لإبراز أهميتها كمركز جذب استثماري عربي ما هو التطور الاقتصادي الذي جهدته موريتانيا أخيرا في هذا المجال؟ تملك موريتانيا مؤهلات اقتصادية كبيرة فهناك في الأرض الموريتانية ذربة هائلة من المعادن كالذهب والنحاس والحديد كما أن الزراعة في موريتانيا آخرة في التطور حيث أن موريتانيا تمكنت من توفير 85% من احتياجاتها من الأرز ونأمل في تحقيق الاكتفاء الكامل من احتياجاتنا من الأرز خلال العام المقبل وهذا هو الاستقلال الحقيقي كما أن هناك إنتاجا هائلا في موريتانيا من التربة السماكية ولدينا إمكانية لتصدير ما ينطي من الأسماك سنويا لقد بلغت نسبة النمو الاقتصادي لدينا معدل 5% وتتحسن معدلات الأجور فقد زدنا الأجور بنسبة 50% لاحظنا تقدما كبيرا لدون المرأة الموريتانية في جميع الأصعدة مشاركة المرأة مهمة واستراتيجية في بلدنا وأنا راضي عن مشاركة النساء في العمل الحكومي قد أصبحت المرأة تحتل مناصب مهمة في موريتانيا فلدينا تسع وزيرات ومديرة للتلفزيون العمومي ونحن راضون عن أدائهن والتزامهن فالمرأة الموريتانية تمثل 51% من مجمل الشعب الموريتاني ونتائج مشاركة المرأة في العمل العام مبشرة ومرضية